لأخوة الأجهزة الأمنية العمليات أيضاً سهلة عملية وصولها من أخليم كردستان إلى هذا الموقع تبحث حكومة محمد الشيع السوداني عن منجز داخلي يحسب لها قبل موعد الانتخابات ولا ملف أفضل من مصفى بيجي عصفوراني بحجر واحد إعلان مجاني عن حكومة الخدمات التي تعمل ليلة نهار لتوفير الطاقة وأيضاً تبرئت ساحة إحدى الفصائل المتنفذة في البلاد من التهمة القبيحة سرقة المصفى وتفكيكه وتدميره يقول خبير اقتصادي وهو مستشار لرئيس وزراء سابق إن مصفى بيجي هو أكبر مصفى في العراق ويمتد على مساحة خمسة آلاف دون منه وتزيد أوزان معدته عن مائة ألف طن وبعض وحداتها يصل ارتفاعها إلى ما يعادل بناية بعشرة طوابق أو أكثر وصور المنشورة عن المعدات المسترجعة لا تعبر عن هذا الحجم ولا الوزن ولا المساحة وحتى الفيديو الرسمي الذي تم نشره لا يشير سوى إلى مساحة تقدر بمئة الأمتار المربعة وإن المعدات المصورة لا تعبر سوى عن حمولة بسيطة يمكن تقديرها ببضعة تريلات فقط وتشير معلومات حصلت عليها واني نيوز إلى أن الحكومة لم تسترد سوى بعض الأليات وهناك معدات ضخمة ما يزال مصيرها مجهولا من بينها ثلاث مولدات كهربائية عملاقة سرقت من المصفى كل واحدة منها تكفي لإعطاء كهرباء لقرية كاملة أي أنها قادرة على تجهيز الكهرباء لمدينة كاملة وبحسب آراء المختصين فأنه من المستحيل أن تنجح الحكومة بإعادة تشغيل المصفى وهو مفكك ومدمر ومنهوب وهذا يعني أن الوعود التي أطلقها السودان خضعة للتشكيك أو غير واقعية في حال تمت تصفية النواية تجاهها ولم تنجح الحكومة حتى الآن بتشغيل مصفى كربلاء وهو محطة تكرير عملاقة أنفقت عليها أكثر من ستة مليارات دولار لكن كان مصيرها التعطيل والتلكؤ والأمر قد يتكرر في بيجي أيضا ترجمة نانسي قنقر